ولمناقشة أبرز الملفات على الساحة الشرق أوسطية أرحب بالصحفية ليلاف قد جوة صباح الخير ليلاف صباح الخير اسماعيل لك ولمشاهدين ليلاف نبدأ مما يحصل في قطاع غزة يعني أكثر من 200 يوم على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس اليوم السؤال الذي يطرح نفسه هل حققت إسرائيل أهدافها بعد مرور هذه المدة كلها؟ فعليا حماس يعني هذا عفوا إسماعيل فعليا هذا السؤال هو من بين أبرز الأسئلة التي تم طرحها اليوم هل حققت إسرائيل أهدافها وماذا حققت؟ بداية بإيجاز ما حدث خلال 200 يوم أو أكثر من 200 يوم من الحرب في غزة وهذه الحرب بين حماس وأسرائيل بأن المعاناة الإنسانية كارثة إنسانية على جميع الأصعيدة أكثر من 34 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال وأيضا أكثر من 75 ألف جريح من الفلسطينيين مناطق كاملة سوية على الأرض تقارير تتحدث عن مجاعة وشيكة في القطاع كارثة إنسانية بأعلى المستويات بالمقابل إسرائيل في بداية مسألة الحرب على قطاع غزة والتي بدأتها بالمناسبة بقصف عنيف جوي من ثم بعملية عسكرية برية من الشمال باتجاه العمق إلى نحو الجنوب كان لديها ثلاث أهداف رئيسية الهدف الأول هو الإفراج عن الأسرة الذين أخذتهم حماس أو الرهائن الذين أخذتهم حماس في عمليات السابع من أكتوبر والهدف الثاني الأساسي أيضا هو القضاء على حماس بشكل نهائي هذين الهدفين هما على المستوى القريب والمتوسط كانت وضعتهما إسرائيل خلال شنها حربها على قطاع غزة والهدف الثالث وهو بعيد المدى وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا هو أن تتأكد إسرائيل وهذا ما قاله ابن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه تتأكد من أن لا يحدث السابع من أكتوبر جديد في إسرائيل وهذا يعني بأن إسرائيل تريد أن تطبق إدارة أمنية على قطاع غزة ولكن الهدفين قريبين والمتوسطين قريب ومتوسط المدى هو الإفراج عن الرهائن لم يحدث الرهائن الذين تم الإفراج عنهم من أصل 254 إلى 56 رهينة بالضبط يعني الرقم لا يستحضرني تم الإفراج عن 109 من الرهائن يعني هؤلاء الرهائن تم الإفراج عنهم بوسطة مفاوضات ووساطات وليس لأنه إسرائيل استطاعت عبر عملياتها العسكرية في قطاع غزة يعني أن تحررهم بالإضافة إلى أنه كان في ثلاثة من ولكن في ثلاث من أو من اثنين إلى ثلاث من الإسرائيليين استطاعت إسرائيل أن تستعيدهم من حركة حماس بعملية استغرقت لساعات برفح جنوب قطاع غزة إذن نستنتج أنه مسألة استعادة الرهائن عبر عملية عسكرية لم تتحقق النقطة الثانية هي مسألة القضاء على حماس عسكريا وبشكل نهائي ليس فقط عمليا عسكريا لم تحدث إطلاقا لأنه ما تزال عمليات القتالية متواصلة ورغم بأنه تم تفكيك يعني مثلا في الشمال تم تفكيك كتائب حماس ولكن بحسب تقارير يعني نيويورك تايمز وأيضا وول ستريت جورنل تحدثت عن ألاف المقاتلين من حركة حماس من ثلاثة ألاف إلى خمسة ألاف مقاتل من حركة حماس ما يزال متوازل متواجد في شمال قطعة غزة ولكن رغم هذا التفكيك لكتائب حماس إلا أنه استطاعت حماس أن تجمع نفسها وتعيد تنظيم صفوفها بمجموعات صغيرة على أساس حرب التكتيك حرب العصابات نعم إسماعي تفضل للاف يعني اليوم لم يتم يعني الإفراج أو استرجاع يعني بقية الأسرة الإسرائيليين واحد الهدنة أيضا الحرب لم تتوقف اثنان ثلاثة لم تستطيع إسرائيل القضاء على حماس برأيك يعني ما الأسباب التي جعلت أن تتعثر إسرائيل حتى الآن في القضاء على حماس رغم استخدام ترسانتها يعني الحربية الكبيرة تجاهها يعني تسمى فصائل موجودة في فلسطين طيب إسماعي يمكن أنا نهيت كلامي بمسألة بين إسرائيل مثلا يعني الكتائب حماس أو يعني مقاتلين حماس كيف أنه رغم تفكيك كتائب حماس بشمال قطاع غزة إلا أنه ما يزال هناك عمليات قتالية ما يزال هناك مقاتلين من حماس دعني أستعرض لك بـ Wall Street Journal يعني نائب القائد الجيش الإسرائيلي سابقا أمير أفيفي قال بأنه ليس من المهم أو التحدي الكبير ليس أن يكون هناك سيطرة أو توسع كامل أو توسع كبير في قطاع غزة لكن المهم هو إطباق السيطرة وعمق هذه السيطرة قال بأنه هذه الحرب من نوع أخرى أيضا خلال الأيام الماضية كان فيه اشتباكات عنيفة ببيت لاهية ببيت حانون وبجباليا وكان فيه إطلاق صواريخ يعني تقريبا خمسة صواريخ تم إطلاقها من بيت لاهية نحو إسرائيل هذا أدى إلى عملية عسكرية في بيت لاهية وهذه إشارة بحسب أيضا وولستريت جورنال إلى أنه ما تزال حماس تحتفظ بقدرتها القتالية دعنا نستذكر أيضا في بداية الحرب يواف غالنت وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالنت قال بأنه حماس منظمة بنت نفسها بنفسها لمحاربة وتدمير إسرائيل هناك أنفاق تحت الأرض هناك تواجد لها فوق الأرض لذلك هذه الحرب قد تستمر لشهور ليست حرب سهلة ولكن بالنهاية سننتصر سندمرهم هكذا ما قال يواف غالنت إذن بالتالي مسألة الأنفاق أيضا كانت تعيق اليوم العمل العسكري الإسرائيلي لأنه من الواضح رغم بأنه في تدمير للقوة القتالية إلى حركة حماس ولكن ما تزال اشتباكات جارية ما تزال مسألة الأنفاق يعني بحسب اليوم تقديرات لمسؤولين أمريكيين مسألة الأنفاق تعطي قدرة لقادة حماس لتنظيم صفوفها خاصة مع مسألة إذا كان في مسألة لوقف القتال وإذا سمحت لي فقط في نقطة خلال حديثي عن مسألة وقف القتال يعني بالأيام التي في فيديو لأحد الرهائن تم تسريبه أو تم عرضه أحد الرهائن الإسرائيليين بعد مدة طبعا يتحدث عنه أنه يجب أن يتم نهاء الحرب يجب يعني اليوم الحكومة الإسرائيلية والمسؤولي الإسرائيليين يستجمون مع عائلاتهم ولكن أنه في رهائن اليوم هم بوضع صعب لا دواء لا غذاء بسبب وضع الحرب يقال بأن حماس يعني عرضت هذا الفيديو لمحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات نحن نعرف أن المفاوضات فشلت إسرائيل لا تريد يعني بالمرتبة الأولى لا تريد أن تعطي حركة حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها طيب يعني إذا لذلك ربما تفكر الحكومة الإسرائيلية حكومة من يمين تنياهو بالمضي في عملية عسكرية في رفع لو انتقلنا يعني للاف إلى موضوع آخر اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو لماذا مصر دائما على أن لا تتوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاعاتها رغم الضغوط الدولية والداخلية صحيح في انتقادات دولية وأقليمية كبيرة جدا في انقسام بالشارع الإسرائيلي في التآكل للدعم الدبلوماسي لإسرائيل يعني خاصة اليوم المجازر دعنا نتحدث عن المقابر الجماعية التي تم كشفها الانتقادات من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي الانتقادات الأوروبية كل ذلك يضع إسرائيل بموقف حرج جدا التضارب بين المصالح ليس تضارب المصالح دعنا نقول خلافات بين تل أبيب وواشنطن الوضع الاقتصادي الصعب بن يمين نتنياهو قبل أساسا هذه الحرب كان يتعرض كان فيه مظاهرات لإخراج نتنياهو من الحكومة كان فيه بسبب ملفات فساد المسألة القضائية هناك العديد من الملفات التي كانت أصلا تحرك للشارع الإسرائيلي ضد نتنياهو ما حدث في السابع من أكتوبر يعني أيضا يلقي باللوم على الحكومة الإسرائيلية في طريقة إدارتها للمسألة الأمنية في إسرائيل هذا أيضا يتحمل تتحمل مسؤولتها الحكومة الإسرائيلية بشقيها السياسي والعسكري يعني شفنا الاستقالات الأخيرة التي حدثت والإعلام الإسرائيلي يتحدث بأنه الاستقالة الأخيرة لرئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية لها تأثير الدومينو قد يعقبها استقالة الإسرائيلي وأيضا نعم وأيضا رئيس الشاباك رونان بار إذن نتنياهو هو بموقف فعليا صعب جدا لأنه في حال انتهاء هذه الحرب هو بالتأكيد انتهى يعني حياته السياسية انتهت وهو بالتأكيد ذهب نحو محاكمة حتى شفنا التصريحات يمكن أمريكية أو تسريبات معينة أو حديث المراقبين بأنه نتنياهو حياته السياسية انتهت وفي محاولة لاستبدال نتنياهو ولذلك يقال بأنه نتنياهو يحاول الاستمرار بهذا الحرب عموما اليوم ما يجري هي حرب استنزاف بين حركة حماس وإسرائيل كل الطرفين هما بمأزق لا يستطيعان أن يخرجا من هذه الحرب بدون الآخر يجب أن يكون هناك ضغط دولي كبير وتنازل من قبل الطرفين للوصول إلى وقف اطلاق النار دعني فقط أشير إلى هذه النقطة بأنه معظم استطلاعات الرأي اليوم في الدول يعني في استطلاعات تذهب إلى أرقام من 50 إلى 55% مثلا في أمريكا تذهب للمطالبة تضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل بوقف الحرب ولكن هذا لا يعني بأنه هذا رأي الإدارة الأمريكية لذلك في ضغوط كبيرة أيضا مقابل هذه الضغوط دائما يخرج نتنياهو ويقول بأنه هذه الضغوط لن تمنعنا عن عملية رفح لكن السؤال الأساسي اليوم هو حتى إذا تمت عمليات رفح في سؤال أساسي ما هو مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب وهو ما لم يوضع له أي سيناريو سيناريو واقعي إلى الآن الصحفية للاف قد جو جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات ألا بي ترجمة نانسي قنقر